ندوة حوارية نظمها المركز الإعلامي للتنمية الإعلامية للنقاش حول دور الإعلام العراقي في التعامل مع الملفات الخارجية والأخطاء المهنية التي تؤشر الأخطاء التي تخص المؤسسات الإعلامية أكثر من الشخصية الإعلامية التي تحولت قسم منها إلى أبواق وأخرى غضت البصر تماما عما يدور من أحداث عربية الإعلام العراقي يحتاج إلى أن يعقد ورش وهذه الورش يتناقش فيها الأخوة الإعلامين العراقيين عن دور الإعلام العراقي إجمالا في قضايا المنطقة بالذات قضية بحرين قضية سوريا ما يجيش في سوريا ما يجيش في مصر ما يجيش في تونس سيقيم مركز العراقي جملة من الورش تشمل إن شاء الله كل سبوعين ورشة لدولة معينة الإعلام العراقي لم يخلق لذاته لنفسه طابع عراقي متميز ثقافي هناك صراع إرادات وأنا أعتقد الصراع السياسي رمى بظلاله على الصراع الإعلامي بين الإعلام العراقي والإعلام العربي وكل يعبر عن ما هي الدوافع السياسية في ذلك البلد وبالتالي لم تكن هناك عرفية لم تكن هناك مهنية لم تكن هناك حيادية وهذه حقيقة وبالتالي لم يستطع للإعلام العراقي حقيقة ولا جزء من الإعلام العربي أن يوصل للحقيقة أو يقنع المشاهد وهنا يشير المثقف العراقي إلى ضرورة الكيل بمكيال واحد في جميع القضايا على حد سواء والتطور الإعلامي لا يكون إلا بالتمسك بالمهنية والحيادية في التعامل الإعلامي مع الخبر لو كان هناك عدل نظرة عادلة من قبل الإعلام العربي في دعمه لكل حركات التحرر المناهضة للدكتاتوريات لكان الأمر طبيعي جدا لكن التمييز الذي مارسه الإعلام العربي يدفع بعض القوى إلى أن تتعامل أيضا بنفس المنطقة وربما تكون بعض المؤسسات الإعلامية تفرض سياسات خاصة على موظفيها تسلط أضواء على مواضيع وتعتم على أخرى بطريقة شخصية واضحة وتقارير مثل هذا التقرير الذي يعرض الآن والذي تشاهدونه مشاهدين الكرام يؤدو على مكتب مدير التحرير كانت رشيد الفضائية علي رمضان